بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلوا على النبي يا أخوان ونبدأ اليوم بدرس العاشر اليوم الدرس العاشر من دروس اللغة الإنجليزية للصفة الثالث المتوسط واليوم هو أول درس من الوحدة الثانية طيب اليوم هذا أول درس وراح ناخذ في هذا الدرس إن شاء الله هذا التمرين المهم وكل سنة يجي وزاري من عنده نقطين لو ثلاثة لو مرات يجيبون فرح كامل عليه عشر درجات أو خمس درجات عليه فهذا السؤال جدا جدا مهم مات مرسنة ما يجي من عنده هذا التمرين اللي هو عبارة عن ماشين طيب هذا هو تمرين أي طبعا هذا هو تمرين أي موجود بالكتاب وموجود بالملزمة الدوحة علي يا زين طلابنا الأعزاء هذا موجود بالمنزمة وموجود بالأكتيفتي إذن موجود صفحة عشرين هذا التمرين موجود صفحة عشرين بالأكتيفتي بالكتاب هذا التمرين عبارة عن أفعال كلمات وتكملة ويريد من عندك تربط الكلمة ويتكملة يعني مثلا عندك الها go do kick read score spend هاي الكلمات ويريدك تدمج وينها مثلا الكيك معناها يضرب يعني يركل يركل شنوه يركل البول الكرة يركل البول الكرة فهذا الحل أنا حللكم طبعا هنا دوم نجي بكم يا كليته هنا عندك how-ivea-pikenic يعني يأخذ عطلة أو يأخذ استراحة how-ivea-pikenic هاي أول وحدة يلا حلها اكتب يمك بالكتاب وإذا عندك الملزمة فمن يحتاج لا تكتب إذا ما محلول حل إذا ما عندك كتاب اخذ screen واكتبوا إياي how-ivea-pikenic يعني يأخذ عطلة how-ivea-pikenic يعني يأخذ عطلة how-ivea-pikenic يعني معناها يأخذ عطلة أو يأخذ استراحة يعني يرتاح ثانياً عندك يعني يأخذ استراحة يأخذ استراحة ما سامع يقول لك أريد أخذ راست سامع يقول لك حاسبة نطيها راست يعني نطيها راحت عندك يعني هاي هاي تجي سوية بمعنى يذهب إلى الصيد أو يذهب إلى التسوق تجيوا إياهم اثنينهم بمعنى يذهب إلى الصيد بمعنى يذهب إلى الصيد بمعنى يذهب إلى الصيد بمعنى يذهب إلى الصيد يضرب الكرة يقرأ القصة يسجل هدف يسجل هدف سجل نقطة أو هدف يسجل هدف يعني يسجل هدف يسجل هدف يسجل نقطة يسجل نقطة يقضي الوقت تسعة catfish set plein تسعة watch tv واحد تلت Daha تلت sang دو هابي يعني يعمل هوايته يعني شون يمارس هوايته دو هابي يعني يعمل هواية يمارس هوايته يمارس هوايته هذا اللي كلش مهمات طلابنا الأعزاء ركزوا لي عليهم جدا ركزوا لي على هاي المواضيع لأن هاي جدا 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 مهمة هسا راح نروح على زمن الماضي البسيط اللي هو الباست سمبل زمن الماضي البسيط اللي هو الباست سمبل طبعا القاعدة مالت الزمن ركزوا إياه الحدث الماضي البسيط نستخدمه للتعبير عن حدث تمه في الماضي أي حدث يتم بالماضي نستخدم له ماضي بسيط زين شلون نعرفه ماضي اكتبوا له ملاحظة اكتب يمك ملاحظة سبقا تكون الجملة ماضي إذا كان الفعل إيدي إذا كان الفعل يحتوي على إيدي إذا كان الفعل يحتوي على إيدي أو إذا كان الفعل شاد إذن إذا كان الفعل يحتوي على إيدي أو إذا كان الفعل شاد هذا فعل ماضي هذا فعل ماضي أو هاي الجملة ماضي مثلا يلا يا أبطال انتقوا عليها هاي جملة هاي بلي فتبول قالك أريدها بالماضي يتقل له هاي بليد فتبول غفنا لإيدي للجملة صار ماضي He played football ضفنا لها AD ضفنا لها AD زين كتب لي يمك ملاحظة في حالة النفي نضع did not بعد الفعل المساعد في حالة النفي نضع did not في حالة النفي نضع did not سنتم يا أبطال إذن شلو ننفيها للجملة شلو ننفيها بوضع did not من خلال وضع did not من خلال did not راح أنفيها الجملة إذن أعيد مرة أخرى كيف أنفي الجملة أخلي did not عندنا في الجملة نضع did not وتكون الفعل مجرد شوف هذا فعل مجرد he played football أراد أنفي تقول له he didn't play football he didn't play football he didn't play football بمعنى هو لم يلعب كرة القدم he didn't play football he didn't play football زين اكتب يمك ملاحظة أخرى في حالة السؤال نضع did في بداية الجملة في حالة السؤال نضع did في بداية الجملة في حالة السؤال نضع did في بداية الجملة he played football راح أصير did he play football راح أصير طبعاً هذه هي حالة النف لا تنسون بالسؤال نخلي علامة استفهام بالسؤال نخلي علامة استفهام طيب ما هي الكلمات التي تدل على هذا الزمن هذه هي الكلمات التي تدل على هذا الزمن هذه الكلمات التي تدل على زمن الماضي البسيط هي الكلمات التي تدل على زمن الماضي البسيط لا تنسون بالسؤال نخلي علامة استفهام شون احول للماغي أضيف لها ed he play football ستصير he play football راح أصير he played football he play football راح أصير he played football he played football ed he played football he played football زين وبحالة النفي أقول did not he didn't play football he didn't play football اخلي did not حالة المثبت والنفي والسؤال ونطيناكم جملة قلنا اريدكم تحلونا هذا هو ما موجود بالنسبة لهذا التمرين وزمن الماضي البسيط